وقعت محكمة النقد ونظرتها بالجمهورية التركية اليوم الثلاثة بالرباط على اتفاقية تعاون من أجل فتح أفاق التعاون المشترك والاستفادة من كافة التجارب التشريعية والقضائية الدولية الاتفاق اليوم التي تم توقعها بالقاعة الكبرى لمحكمة النقد جاءت لتعبير أولا عن حجم وتنوع وطبيعة علاقة ما بين الملكة المغربية وجمهورية تركيا علاقة لها أبعاد تاريخية لها أبعاد جغرافية لدينا ماضي مشترك ولدينا أيضا مستقبل مشترك هذه الاتفاقية تعتبر دليل على الفتاح محكمة النقد على مختلف التجارب دليل أيضا على رغبتها وإرادتها الأكيد من أجل الوصول إلى محكمة النقد رقمية الوصول إلى محكمة النقد بأفاق واسعة وترم هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في المجالات التي تدخل في اختصاصات البلدين وكذا في المسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي والإجراءات القانونية وأحدث سبل التواصل الدائم بين قضاة وموظفي المؤسسات سيتم بموجب هذه الاتفاقية تبادل الزيارات والخبرات على مستوى المؤسسة القضائية بين البلدين ونحن في كل البلدين نطمح إلى تطوير الجهاز القضائي وتحديته أكثر لذا تكتسي هذه الاتفاقية أهمية بالغة بالنسبة لبلدين وأنا متأكد أن هذه ليست إلا بداية لتعاون أعمق إذ ستتلوها زيارات عمل أخرى في المستقبل ويتبادل الأطراف بموجب هذه الاتفاقية المساعدة التقنية على إنشاء مراكز البحث وتكوين قضاة البلدين وتكوين الهيئات القضائية على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإنشاء نظام إلكتروني لإدارة الملفات القضائية ترجمة نانسي قنقر